السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان في فيديو جديد معنا اليوم مجموعة جديدة من الأسئلة رح نجاوب عليها في درس اليوم ومننتقل مباشرة للسؤال الأول السؤال الأول هو من الأخ بيلال حمص السؤال بيقول استاذ كيف بدي يقول أنا هيك الله خلقني وشكرا سلفا طبعا حسب أنا ما فهمت من السؤال ما أصود أنه أنا طبعي هيك أو أنا هيك لو ترجمنا الجملة حرفيا باللغة الألمانية فممكن نقولها على الشكل التالي Gott hat mich so erschaffen Gott hat mich so erschaffen يعني الله خلقني هيك ولكن لو استعملت الجملة باللغة الألمانية ما رح حدا يفهم عليك أنه شو تقصده بالضبط بهالجملة هالتعبير هالاسلوب غير موجود باللغة الألمانية فأنا رح أعطيك التعبير الصح فأنت بتقول باللغة الألمانية Ich bin halt so Ich bin halt so يعني أنا هيك أنا هيك طبعي أنا هيك الله خلقني بها المعنى طبعا رح نسئل أكيد هوني على كلمة هالت هالت هين مستعملة كتير في اللغة العامية المحكية الألمانية وبتجي لتقوية المعنى وهذا مثال واضح على استعماله ومننتقل مباشرة للسؤال التالي السؤال التالي من الأخ ميار الخطيب السؤال بيقول أكيد حبينا الفكرة بس عندي سؤال كيف ممكن أقول كل شي على أرض الواقع بيختلف طبعا السؤال حلو كتير كل شي على أرض الواقع بيختلف منقولها باللغة الألمانية على الشكل التالي إن دا غياليتيت زيت ألس أندس أوس إن دا غياليتيت زيت ألس أندس أوس الغياليتيت يعني هي هو في الواقع في الحقيقة منستعمل الجملة بهالاسلوب وبهالطريقة ومننتقل مباشرة للسؤال التالي السؤال هو من الأخ محمود مسلم والسؤال بيقول أستاذ فيك تشرح لي معنى ناخدم موتو ناخدم موتو هو تركيب في اللغة الألمانية كثير الاستعمال في اللغة العامية بشكل خاص وحتى في اللغة المكتوبة الفكرة من هالتركيب هو معناه حرفياً مثل اللغة العربية يعني على المبدأ القائل أو حسب المبدأ الموتو هون مقصود فيه مبدأ أو شعار فناخدم موتو يعني على حسب المبدأ القائل فهو طبعاً رح تجيه جملة وراه تفسر المعنى أكتر أو تذكر المثال فهو تركيب ناخدم موتو يعني على حسب المبدأ القائل ومننتقل هالله هيك مباشرة للسؤال التالي السؤال هو من الأخسر بس سيف السؤال بيقول السلام عليكم وعليكم السلام أخي كيف بتقول بالألماني يمكن أنا بالغلط رمية البوست الموجود بصندوق البريد مع الجرائض طبعاً هاي شغلة ممكن تصير معنا وأكيد صار مع كل واحد فينا بألمانيا هو أنه أحيانا تعلق الجريدة أو الرسالة بين الجرائد أو الدعايات الكتير اللي بتجي البروشورات فممكن نحن بالغلط نكون كبين الرسالة مع الجرائد اللي منكبها فالجملة ممكن أقولها باللغة الألمانية على الشكل التالي أخي كبين الرسالة أعتقد أنني بالغلط بدون قصد بدون عمد أصفزين دين بغيف الرسالة متين سايتون مع الجرائد كبين الرسالة يعني رميتها كبين فممكن نقول الجملة باللغة الألمانية على هذا الشكل ومعنى التعليق الأخير للدرس اليوم هو تعليق طريف شوي في الحقيقة ما رح نذكر طبعاً اسم صاحب التعليق فحتى ما رح أذكر التعليق كله رح أذكر الجزء المهم فيه اللي هو روح تعلم اللغة الألمانية وبعدين درس لغة الألمانية إن شاء الله يعني بحاول قوي شوي ألمانيتي وبالك هيك يمشي حالي وفي ختام درس اليوم بتمنى أنه تكونوا استمتعتوا بالدرس وتعلمتوا أشياء جديدة ومفيدة خليكم متابعين على هالسلسلة بتشوفوا كتير من الجمل طبعاً أنا سعيد جداً أنه أنتو عبتطرحوا علي الأفكار والأسئلة هذا الشي بيساعدني لأنه ما بتخطر لي دائماً الأفكار شو ممكن أعطيكم فهالسلوب إن شاء الله كتير حلوعة بيجبكم تحياتي لكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته